زار عضو هيئة رئاسة الانتقالية الجنوبي عضو هيئة رئاسة مؤتمر حضر موت الجامعة للكثيرين مقر كتلة حلف وجامع حضر موت بالمكلة وكان في استقباله رئيس كتلة حلف وجامع حضر موت المقدم سالم بن سميدع واطلع الكثيرين من قيادة الكتلة إلى شرح واف لمجريات الورشة مشيدا بجهود قيادة الكتلة وتفاعلها مع كافة التطورات الحديثة في حضر موت والجنوب عامة وأهن الكثيرين قيادة الكتلة على إنجاح ورشة العمل الموسمة بالإسهام في وضع رؤية حضر موت في إعداد وصياغة المبادئ الأساسية العامة في دستور الدولة الجنوبية الفترالية المنشودة بما يضمن لحضر موت حقها في التمثيل العادل المستحق والمخرجات بتوصيات التي انبثقت عنها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر